موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا هلو سهلو أصعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين ومتابعين قناة سعودي أوتو السيارة اللي حنجربها لكم اليوم ويعطيكم تفاصيلها واش لها واش عليها يا ماكسوس تي ناينتي موديل 2023 وكيلها المعتمد في السعودية هي شركة بوابة العربات وبتقول الشركة انه السيارة ماكسوس تي ناينتي هي الوحيدة في فئتها اللي تيجي بشاحن توربيني مزدوج وحتغير المعايير في هذه الفئة واذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة الماكسوس تي ناينتي ادخلوا موقع سعودي أوتو.com.sa وعبوا الاستمارة تحت جربة القيادة وان شاء الله حنلبي طلباتكم والحين تعالوا معايا نشوف ماكسوس ايش قدمت لي التي ناينتي وقبل ما ابدأ حابب اعطيكم تفاصيل الماكسوس التي ناينتي خلينا ابدأ حكاة السيارة هادي من الاول الماكسوس التي ناينتي هي شاحنة بيكب حجمة متوسط تنتجها شركة سايك للسيارات اللي هي سايك موترز والتي ناينتي تعتبر شاحنة الرائدة اللي هي الفلاكشيب للشركة موقعها من سلسلة سيارات ماكسوس هي فوق او اعلى من السيارتين التي سيكستي والتي سابنتي اللي سعارها تعتبر معقولة وتنافس ماكسوس تي ناينتي كل من شنجان هنتر وغريت وول باور وتايوتا هايلوكس ويسوزو دي ماكس وفورد رينجر ابعاد الماكسوس تي ناينتي موديل 2023 الطول 536 ونص سنتيمتر والعرض 190 سنتيمتر والارتفاع 180.9 من 10 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات 315 ونص سنتيمتر نشوف الاوفرهانج الامامي اللي بيعطينا 94.2 من 10 سنتيمتر والخلفي 126.8 من 10 سنتيمتر وارتفاعها او خلوصها عن الارض 21.5 سنتيمتر تيجي الماكسوس تي ناينتي لأسواقنا في السعودية بأربع فعال الفئة الاولى او الستاندرد تيجي بطرازين الاول بنظام دفع خلفي واسمه اكزكيتف والطراز الثاني دفع رباعي فورويل درايف واسمه لكجوري والفئة التانية تيجي كمان بطرازين وكلهم فورويل درايف الاول لكجوري والثاني اكزكيتف لكجوري وحنتكلم اليوم عن المزايا في كل فئة والفرقات اللي بينهم الاستاندرد اكزكيتف وسعرها 101.189 ريال ما يعادل 26.983 دولار والطراز الثاني اللي هو فورويل درايف لكجوري وسعره 109.239 ريال ما يعادل 29.130 دولار والطراز الثالث لكجوري فورويل درايف وسعره 119.589 ريال ما يعادل 31.890 دولار والطراز الرابع والاخير هو اكزكيتف لكجوري وسعره 126.489 ريال ما يعادل 33.730 دولار والضمان المتوفر من الوكيل شركة بوابة العربات للسيارات وكلاء ماكسوس في السعودية و3 سنوات أو 120.000 كيلومتر أيهما يأتي أولاً وعملنا مقارنة ما بين سعار ماكسوس T90 ومنافسيها والضمان المتوفر من كل وكيل هتظهر أمامكم على الشاشة التصميم الخارجي للشاحنة ماكسوس T90 أنا أعتبره تصميم رياضي وجميل اللي بيعطي انطباع وشعور بالقوة في كل أجزاء السيارة من الخارج الواجهة الأمامية ماكسوس بتقول أنه تصميم T90 مستوحى من لغة التصميم العائلية ونشوف شبكة تهوية الأمامي طبعاً هذا شبكة تهوية الأمامي كبير مااخد معظم الواجهة الأمامية مطلع بالكروم وكأنهم دمجوا شبكة تهوية الأمامي وفتحة التهوية السفلية مع بعض حتى صار شبكة تهوية الأمامي كبير وماخذ معظم الواجهة الأمامية طبعاً تيجي شبكة تهوية الأمامي هذا ييجي بخطوط سميكة تعطي شكل قوي للسيارة T90 Pickup والكروم طبعاً زي ما تشايفين يعطي إحساس بالفخامة دعالوا خلينا نتكلم عن الأضواء الأمامية الأضواء الأمامية والأضواء النهارية جاي بتصميم مقسم المعروف تيجي LED تلقائية في كل الطرازات وأسفل الصدام أسفل الصدام زي ما تشايفين هنا تيجي شفة من الكروم وكاميرا أمامية وحساسات أمامية ومن جانب السيارة نشوف عوارض جانبية اللي هي الروفراك لتثبيت أغراض أو شحن أعلى السجد السيارة وكمان نشوف كروم أسفل النوافذ الجانبية ونشوفها بتطلع للأعلى من أبواب الركاب الخلفية أو المقعد الخلفي تعالوا خلينا نتكلم معاً اللي هي المرايا الجانبية طبعاً المرايا الجانبية زم تشايفين تيجي كروم على قاعدة سودا وعليها مؤشر الإنعطاف وكذلك موجود هنا إيش؟ كاميرا موجودة جانبية هنا في الأسفل وكمان نشوف أنه المرايا الجانبية تيجي بتحكم كهربائي وطنطوي آلياً والمقابض الجانبية أو مقابض الأبواب مقابض الأبواب تيجي كروم تعمل بالبصمة وأسفل السيارة زم تشايفين تيجي دعاسات موجودة هذه لسهولة أصعود للسيارة والنزول منها تعالوا خلينا نتكلم عن جنود السيارة جنود السيارة طبعاً تيجي الجنود مقاس 17 بوصة في الطراز الستاندرد الدفع خلفي ومقاس الإطارات 245 على 65 R17 وفي الطرازين الثاني والثالث تيجي بجنود ألمنيوم مقاس 18 بوصة ومقاس الإطارات تيجي 255 على 60 R18 والطراز إكزاكتف لكجوري تيجي الجنود مقاس 19 بوصة ومقاس الإطارات 255 على 55 R19 ملحظة على المرايا الجانبية إنها موجودة على النوافذ الجانبية وليست على هيكل السيارة كنت أتمنى أشوفها على هيكل السيارة لأن وضعية المرايا الجانبية على النوافذ الجانبية بيدخل الهواء الجانبي لداخل المقصورة بالنسبة للشكل الخلفي اللي يميز الماكسوس T90 إنها تيجي تصميم متكامل أضواء المكابح نشوفها في الأعلى والأضواء الخلفية LED في كل الطرازات جاية بتصميم الحس المكانيكي واسم الشركة زي متو شايفين ماكسوس مكتوب بإيش؟ مكتوب بعرض الواجهة الخلفية ونشوف الوصول لحوض الماكسوس T90 سهل من خلال الدعاسة على الصدام الخلفي اللي موجود هنا وأنا حوريكم إياها بعد شوية طبعا تطلع بكل سهولة لحوض أو صندوق السيارة الخلفي وجه في السيارة كاميرا خلفية وحساسات خلفية على الصدام الخلفي مثل ما قلت لكم الصعود للصندوق التحميل أو الحوض الخلفي للسيارة سهل جدا عن طريق أول شيخ اللي نفتح الباب الخلفي وكذلك هنا في زي الفتحة موجودة هنا نحطها زي كده ونطلع للحوض أو الصندوق الخلفي أتكلم عن مقاسات وأطوال الصندوق الخلفي الطول 151 سنتمتر والعرض 148.5 سنتمتر والارتفاع 53 سنتمتر وزن الحمولة 1000 كيلو جرام الحوض يجي مبطن في كل الفئات والطرازات وعملنا مقارنة ما بين مساحة وسعة صندوق التحميل أو الحوض في الماكسوس T90 ومنافسها ستظهر أمامكم على الشاشة وتيجي الماكسوس T90 لأسواقنا بمحركين ديزل والمحركين ساعة لترين المحرك الأول يجي في الطرازين الستاندرد بدفع خلفي ودفع رباعي اللي هو فور ويل درايف ساعة لترين تربو بيعطي قوة 161 حصان وعزم دوران 375 نيوتن ميتر وزن السيارة بنظام دفع خلفي 1940 كيلو جرام و2085 بنظام دفع رباعي هذا المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات طراز پنش والمحرك الثاني مثل ما أقول برضو كمان ساعة لترين تربو مزدوج وهنا في نقطة أبغى أوقف عندها وأقول هو البيكاب الوحيد في فئته اللي يحتوي على شاحن توربيني مزدوج وما في أي منافس له بشاحن توربيني مزدوج وحابب أقول لو أي واحد عنده رغبة يشتري سيارة بيكاب أو ونيت في هذه الفئة لازم يجرب السيارة هادي طبعا مثل ما قلت ما في أي منافس بشاحن توربيني مزدوج وهذا المحرك بيعطي قوة 214 حصان وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن ميتر وهذا المحرك يجي في الطرازين الأعلى مستوى وزنه 2120 كيلو جرام ونظام الدفع في الطرازين 4x4 مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات طراز ZF وعملنا مقارنة ما بين محرك الماكسوس تي ناينتي ومنافسيها حتظر أمامكم على الشاشة المقصورة الداخلية وهنا الكلام صراحة أي الشخص عنده الرغبة يشتري شاحنة بيكاب في هذه الفئة لازم يشوف الماكسوس تي ناينتي وخصوصا الفئة الفل لأنها فاخرة بمعنى الكلمة المقصورة الداخلية في الماكسوس تي ناينتي ما تفرق عن السيارات الفاخرة الـ SUV المقصورة الداخلية واسعة وتصميمها ذكي جدا وفيها رفاهية عالية وجودة في التفاصيل ما تلاقيها عند المنافسين يجي تصميمها بلونين اللي هو أسود وأحمر والكونسول الوسطي الكونسول الوسطي شكله مركز على السائق وما يلتصميمه لوضعية القيادة نظام التكييف أو نظام الهوى أمامي أوتوماتيكي ويجي فيها فلتر منقي للهوى يجو في كل الفئات والطرازات المقاعد تيجي جلد فاخر في الطراز الفل لكن بقية الطرازات تيجي مقاعد جلد صناعي مقعد السائق زائدا مسند الراس قابل للتعديل كهربائيا بستة وضعيات ومقعد الراكب الأمامي زائدا مسند الراس قابل للتعديل كهربائيا بستة وضعيات في الطرازين الفل لكن في الطرازين الستاندر مقعد السائق قابل للتعديل يدويا بستة وضعيات ومقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا بأربع وضعيات ونظام التوجيه هيدروليكي في الطرازين الستاندر لكن الفل يجو كهربائي وفتحة السقف كهربائية تيجي في كل الطرازات ما عدا الستاندرد اكزاكيتف عجلة القيادة متعددة للوظائف مصنوعة من مادة البولي يوريثين في الطرازين الستاندرد لكن الفل تيجي عجلة القيادة ملبسة بالجلب وقابلة للتعديل بالتجاهين في كل الطرازات النظام الصوتي يجي بأربع سماعات في الطراز الستاندر اكزاكيتف لكن بقية الطرازات تيجي بستة سماعات شاشة لوحة العدادات LCD تيجي مقاس 10.25% بوصة وشاشة المعلومات والترفيه والوسايت تيجي مقاس 12.3% بوصة مع خاصية الرب بالهاتف الجوال والتحكم بالتكييف وتلاتة منافذ هنا موجودة USB زائدا بلوتوث وزائدا كمان اللي هو الMP5 تيجي في كل الفئات والطرازات ولغة نظام الشاشة انجليزي مثبت سرعة يجي فقط في الطرازين الفل اللي هما لكجوري وإكزاكيتف لكجوري مثل ما قلت هنا موجود منفذ كهرباء وكذلك هنا في منفذين USB أول واحد يوم منفذ كهرباء أو شاحن اللي هو 5 فولت والتاني اللي هو منفذ USB موجود هنا وهنا في مكان للتخزين الأزرير الموجودة هنا على يمين ناقل الحركة هي أزرير تابعة لي اللي هو نظام الدفع الرباعي نشوف اللي هو 2H وال4H والأوتو وال4L طبعا هذه الأزرير بتعطيك وضعيات قيادة مختلفة خلينا نبدأ بأول إزرار اللي هو 2H هذا لما نضغطه هذا الإزرار تستخدم هذه الوضعية بشكل افتراضي في ظروف القيادة الطبيعية وتعتمد على الدفع الثنائي الخلفي اللي يقلل من استهلاك الوقود وهو الخيار الأفضل للقيادة داخل المدينة وفي مشاورك اليومية البعيدة عن الطرق الوارب والإزرار اللي تحته اللي هو 4H الإزرار هذا اللي هي هذه الوضعية تستخدم في القيادة العادية في البر أو في أي طرق رملية بحيث تعتمد على الدفع الرباعي وتساعد السيارة أنه ما تغرز في الرمال وضعية الأوتو خلينا نضغط عليها هذه الوضعية بتقوم بالتنقيل بين وضعية 2H ووضعية 4H طبعا هذه الوضعية نستخدمها لما نكون نمشي في طرق معبدة ورملية في نفس الوقت وهي بتقوم بالتنقيل بينهم حسب الحاجة وكمان في المطر لو الكفرات الخلفية ما مسكت يقوم النظام بتشغيل الدفع الرباعي 4H تلقائيا باختصار هذه الوضعية تقوم بالتنقيل بين الوضعيتين حسب وضعية الطريق والثلاثة وضعيات السابقة تقدر تغيرها في أي وقت بمجرد اختيار الوضعية وتشبك معك على طول لكن الوضعية الأخيرة اللي هي الـ 4L ما تشتغل معاك إلا لما تحط السيارة في وضعية الـ N وبعدين تحط الزر على وضعية الـ 4L وتشبك معاك هذه الوضعية زي كده طبعا هي الـ N محطوطة على الـ P فنحطها على الوضعية اللي هي الـ N زي كده وبعدين نضغط على الوضعية اللي هي الـ 4L نضغط عليها تقريبا ثانيتين زي كده وترفع أصبعك فسارت على وضعية الـ 4L وضعية الـ 4L هذه الوضعية هي الأعلى في سيارات الدفع الرضاعي طبعا هذه تستخدم لعبور العوائق الصعبة زي صعود تلة أو عبور مناطق صحراوية أو رمال كثيفة وسطوح جليدية زلقة وكمان لو غرزت السيارة بحيث توفر عزم قوي وتراكشن عالي اللي هو قوة كبيرة للسحب لكن عيوبها أنه صرفية البنزين فيها عالية والسرعة تكون محدودة جدا والإزرار هذا هذا اللي هو إزرار اللي هو الـ Break زي ما تشافين اللي هي المكابح الإلكترونية وننزل على هنا ونشوف اللي هو مكان للتخزين والمكان هذا حقيقة معمول بطريقة ذكية ليش؟ لأنه في له Dividers أو فواصل ثلاثة وتخرج وفيك تحط الأغراض اللي بدك تحطها وكذلك فيك تحط الـ Dividers هادي أو القسامة في المكان اللي أنت تحتاجه عشان يثبت الأغراض الموجودة في المكان هادي أو المكان هادي للتخزين وتحت اللي هو مسند الذراع هنا حقيقة مكان للتخزين لكن الجميل في الموضوع هذا كمان برادة لأنه فيه فتحة تهوية أو فتحة هنا مكيف يبرد الأغراض هنا المشروبات إذا بتحطها هنا بيخليها باردة فهادي فكرة جيدة جدا للسيارة والحين تعالوا معايا نروح للمقاعد الخلفية ونشوف الجلسة فيها كيف الجلسة في المقاعد الخلفية مريحة جدا مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل وكمان وفروا تكاية في الوسط هنا موجودة وكذلك عليها حاملة أكواب اثنين وكمان نشوف أنه موفروا جيوب خلف ظهر المقاعد الأمامية للتخزين أغراض هنا لركاب المقاعد الخلفية ونشوف كذلك أنه موفروا اللي هي فتحتين تهوية موجودة هنا ومثل ما قلت قبل كده فتحة يو اس بي موجودة هنا ومكان لوضع الجوالات موجودة هنا وكمان نشوف أنه موفروا على أو داخلية الأبواب أماكن للتخزين كل الأشياء هذه وفروها لراحة ركاب المقاعد الخلفية واحدة الأشياء اللي عجبتني أنا شايف امتداد التصميم أو تصميم المقصورة الداخلية باللونين اللي هو الأسود والأحمر بيعطي السيارة شكل رياضي وجذاب واحدة من مزايا المقاعد الخلفية أنه مقعد الجلسة اقدر أو تقدر هنا في زي المشد موجود هنا بس تشده ترفعه للأعلى زي كده زي ما تشايفين وهنا فيه زي الشريط تحطه هنا على اللي هو مثل در راس تبع الوسط وزي ما تشايفين كده بيعطيك مساحة أكثر للتخزين موجودة هنا أنظمة السلامة والأمان المتوفرة في المكسوس تي ناينتي موديل ٢٢٣ يجي فيها وساعد هوائية للساق والراكب الأمامي في كل الطرازات وساعد هوائية جانبية في الصف الأمامي زايدا وساعد هوائية ستائرية في الطرازين الفل فقط اللي هما الليكجوري وإكزاكاتيف الليكجوري ويجي فيها نظام الثبات ألكتروني زايدا يجي فيها نظام المساعدة على التوقف المفاجئ والمساعدة على صعود ونزول المنحدرات ويجي فيها نظام التدخل لمنع الإنقلاب وتجهيز آيسوفيكس لتثبيت مقاعد الأطفال اللي يتيجي في صف المقاعد الخلفية وتحذير السرعة الزايدة اللي هي ١٢٠ كيلومتر في الساعة كل هذه الأنظمة متوفرة في كل الفئات والطرازات الأنظمة المتوفرة لراحة السائق والركاب يجي فيها أنماط قيادة ثلاثة اللي هي أول شيء نمط طاقة أو باور وكمان عادي والنمط أو خلين نقول الوضعية اللي هي الاقتصادية تيجي هذه الوضعيات في كل الطرازات نتكلم عن المكابح تيجي المكابح يدوية في الطرازين الستاندرد والإلكترونية في الطرازين الفل ويجي فيها كمان كاميرا خلفية في الطرازين الستاندرد لكن الفل يجي فيهم كاميرا ٣٦٠ درجة ويجي الزر إيقاف وتشغيل المحرك ونافذة أو شباك للسائق تفتح وتغلق بضغطة زر وحدة وفتح النوافذ إلكترونيا وكمان يجي فيها اللي هو نظام مراقبة ضغط الهوى في الإطارات كل هذه المزايا تيجي في كل الطرازات أما بالنسبة للحساسات الأمامية والخلفية تيجي في الطراز الفل إكزاكتيف لكجري فقط ومستشعر الركن الخلفي يجي في كل الطرازات معدى الطراز الفل إكزاكتيف لكجري القفلة التفاضلي يجي في كل الطرازات معدى الستاندرد إكزاكتيف أما بالنسبة للألوان الخارجية المتوفرة في الماكسوس T90 مديل ٢٢٣ تيجي بخمسة ألوان اللي هي أبيض وأزرق وفضي ورمادي وأسود والوان المقصورة الداخلية أحمر وأسود أبغى أعطيكم فكرة عن أداء قيادة الشاحنة ماكسوس T90 وما لها أو ما عليها مثل ما قلت أنه T90 تيجي في أسواقنا بمحركين ديزل وتكلمت عن تفاصيل المحركين لكن الشاحن اللي معانا هي الفل إكزاكتيف لكجري ومحركها بيعطي قوة ٢١٤ حصان وعزم دوران يوصل لـ ٥٠٠ نوتن متر هذا المحرك يعتبر أقوى وأفضل محرك ديزل في الصين وأول تطبيق للمبرد البيني بين الموية والهوى في محرك الديزل في الصين مع كفاءة عالية جدا في تبريد الهوى لمدخل المحرك وتأثير الشاحن التوربيني المزدوج خلي كل كلام هذا عن المحرك على جنب إيش يعني لأداء السيارة؟ بكل بساطة بيعطي أداء على الطرقات العادية والوعرة والرمال باله منافس في محركات الديزل ليش؟ لأن القوة والعزم هذه أكثر من كافية أو ممتازة تخلي الشاحنة تلبي احتياجك وانت بسوق السيارة نظام التعليق في الشاحنة مهم جدا لأن يعتبر الجندي أو البطل الغير معروف هو اللي بيعطيه قيادة سالسة وممتعة وتساعد في تقليل الضغط في القيادة على طرق الوعرة اللي تأثر بصفة عامة على السيارة نظام التعليق الأمامي والخلفي في الماكسوس تي ناينتي دبل ويشبون هيفي دولي بيعطي السيارة ثبات أفضل على الطريق لأنه الإطارات تلامس الطريق أكثر زائدا يعطي التعامل مع الشاحنة خلال قيادتها بشكل أفضل بغض النظر عن الضغط اللي تحطه على السيارة عشان كده عشان كده بدك نظام تعليق يعطيك التحكم في شحنتك بثبات لازم يكون نظام التعليق دبل ويشبون الشي الوحيد اللي أقدر أقول عن نظام التعليق هذا إيش هو؟ هو أنه سعره مكلف ومعقد شركة ماكسوس بتقول عن المكسوس التي ناينتي أنها حطت معايير جديدة وحتغير اللعبة عند المنافسين وأنا شايف أنه بالفعل المواصفات اللي موجودة في السيارة هادي التي ناينتي هتغير اللعبة في فئة البيكاب تراك اللي هي اللايت محرك الديزل سعة لترين بشاحن توربيني مزدوج أداءه على الصحراء والرملة النعمة كان أداء مفاجئ جدا لأن القوة والعزم اللي في الشاحنة يخليها حقيقة وحيدة في فئتها بأداء مميز وممتاز كمان أنا عجبني وشفت كيف تقدر تخرج من أماكن ممكن تكون صعبة لسيارات تانية خلينا نتكلم عن وجهة نظري الشخصية أنا صراحة شايف أي شخص يبغى يشتري شاحنة في هذه الفئة لازم يجرب الشاحنة المكسوس التي ناينتي مش لأنه أداها على الصحراء والطرق الوعرة ونعومة ركوبة على الطرق العادية وقوتها لكن لأنه سعرها مناسب جدا للأفراد وفخامة المقصورة من الداخل ميزة مش متوفرة عن كل المنافسين خليتكلم على ملاحظاتي عليها أنا شايف أنه الباب الخلفي ثقيل والتعامل معاه مش بخفة المنافسين أعزائنا متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من تجربة السيارة المكسوس تي ناينتي موديل 2023 وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطناها في تجربة اليوم أدخلوا موقع سعودي أوتو.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة وإن شاء الله سنلبي طلباتكم ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسال النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مساببات للحوادث حط جوالك على الصامت وقود بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة